السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم ميس هالم درست اللغة عربية لصف الاول الابدائي بمدرسة لدرس اللغات النهاردة سنقولها هنراجع مع بعض اول حاجة هنراجعها اسماء الاشارة احنا قلنا اسماء الاشارة دي بستقديمها لما كنا عاوزة شاور على حاجة طيب اهي اسماء الاشارة نفتكر مع بعض هذا المفرد المذكر هذه المفرد المؤنس وهؤلاء الجمع العاكل قلنا يعني ايه جمع العاكل يعني جمع بيفكر طيب الجمع اللي مش بيفكر بستقديم له ايه هذه طيب اول كلمة عندي كلمة تلاميس تلاميس دي سنقولها مفرد ولا جمع تلاميس دي جمع جمع بيفكر جمع اللي بيفكر بستقديم له ايه ها قولها ها قولها تلاميس طيب الكلمة اللي بعضيها تلميس تلميس يعني ولد واحد مفرد مذكر بستقديم له ايه هزا طيب اللي بعديها تلميزة دي مفرد مؤنس احنا قلناك كلمة لما يكونها خلطها مربوطة بعرف ان دي كده ايه مؤنس طيب مفرد المؤنس بياخد ايه هزي طيب اللي بعديها عمال جمع بيفكر جمع اللي بيفكر بياخد هؤلاء طيب السؤال اللي بعديه انا ونحن انا ونحن دولك ان اسمهم ايه سنقولى دمائر المتكلم يعني ايه دمائر المتكلم يعني انا عاوز اتكلم عن نفسي او عبر عن نفسي هقول ايه انا انا معلمة انا تلميز طب لو احنا بقى كتير هنتكلم من اقول ايه نحن يبقى دمائر المتكلم دي سنقول ايه بنستخدمها ما نكون عاوزين نعبر عن نفسنا او نتكلم عن نفسنا المفرد بياخد انا لو حده بحد بس اللي هيتكلم هيستخدم ايه انا طب لو الناس كتير هيتكلموا هيتستخدموا نحن طيب اول كلمة عندي مجتهد هقول ايه انا يا مجتهد طيب نشيد واحد بس هو اللي بتكلم اقول ايه انا يا نشيد نقرأ يعني كتير نون الجماعة يبقى اقول نحن نلعب يعني بردو جماعة يبقى هنستخدم ايه نحن نحنو نلعب طيب اللي بعديها بقى هو وهي دي اسمها ايه دمائر الغائب ايه يا دمائر الغائب ايه يا دمائر الغائب ايه يا سنة اقول انا عايز اتكلم عن حد بس مش موجود مش عاوز اقول اسمه بستخدم ايه هو وهي هو للمفرد المذكر وهي للمفرد المؤنس طيب احنا قلنا المؤنس بعرفه منين بيكون اخر وتاء مربوطة اول كلمة معلمة اقول ايه هي معلمة ابن زي بنت البنت بستخدم لها هي كلمة اللي بعديها فلاح هو فلاح طبيبة مؤنس يبقى هي طبيبة موزيع مذكر يبقى هو موزيع طيب السؤال اللي بعديه عاوزني احدد المد والممدود طيب احنا قلنا المد كم نوع ثلاثة انوية مد بالالف مد بالو مد بالهيئة حرف اللي قبل المد على طول بيكون اسمه ممدود قلنا المد انا مش بنطقه ولا بحط عليه تشكيل ومال المد بيعمل ايه بيطول الصوت اللي قبله اللي هو الحرف الممدود طيب اول كلمة باب فيها مد بالالف حرف الممدود ايه اللي قبل الالف على طول وهو البيئة كلمة اللي بعديها طيور فيها مد بالو حرف الممدود ايه اليئة كلمة اللي بعديها تين فيها مد باليئة حرف الممدود اللي قبل المد على طول وهو ابتاء اخر كلمة عندي عصير وفيها برضو مد باليئة والحرف الممدود الزاد كده رجعنا مع بعض سنقول على أسماء الإشارة ودمائر متكلم ودمائر الغائب والمد شكرا لكم